وصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنتي شؤون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ترجمة نانسي قنقر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ليطرح عدد من النواب أراءهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون اقترح أن يكون استبدال مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم الأعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له بدأنا بكل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض فأنا بطلب باستبدالها كل شخص طبيعي على تباري ان احنا نبدأ التعريف بكل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض احنا كده بنحدد مين اللي هو هيبقى المفروض مطلوب ان هو ييجي يسجل وبعد طرح ومناقشات وفق المجلس على مشروع القانون في مجموعة وأرجأ التصويت على بنوده إلى الجلسة القادمة ووافق المجلس خلال الجلسة على قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدية بشأن النقل الحضرية كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية وتشريعية بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز مكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء وقرار جمهوري بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر إلى اللجان المختصة كما شهدت الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراع والري والأمن الغذائي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الزراعية التعديلات ستساهم في توفير ميزانية مالية كبيرة جدا ويعبئ مالي كبير عن كاهل الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات وبالتالي سيساهم بشكل مباسر في تحقيق والإصراع من القيام بهذه المشروعات وبعد مناقشات وتعديلات وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الزراعي في مجملة مع إرجاء التصويت على مواده إلى الجلسة القادمة أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الهدف من تعديل قانون الإصلاح الزراعي هو استغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام التعديلات دي بتسمح للدولة أنها تأخذ الأراضي الغير مستغلة التابعة للإصلاح الزراعي وتستغلها في كل الأغراض الواردة في مبادرة حياة كريمة حياة مبادرة حياة كريمة طبعا مبادرة عظيمة جدا هتغير شكل القرى المصرية هتغير حياة يعني تقريبا نص المصريين 50 مليون مصري حياتهم هتتأثر بهذه المبادرة فإن إحنا فعلا نأخذ أراضي غير مستغلة مبدأين إحنا نعدل البيئة التشريعية دي عنده شيء مهم أو يعني قانون من سنة 52 أكيد إنه عايز يتعدل النهاردة الحمد لله تمت الموافقة المبدئية عليه القانون أو التعديل اللي حصل على مشروع القانون النهاردة بيدنا أرحية في التعامل في اللي جاي خاصة على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي في إقامة مشاريع النفع العام عليها إحنا عندنا مبادرة رئاسية ضخمة هي الأولى من نحة في تاريخ مصر بل في العالم نفسه حياة كريمة اللي بتنظر لـ 50 مليون مواطن ما حدش بصولهم قبل كده غير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عايزين نشيل العب أو تكلفة المادية من على المبادرة دي فكان لابد أن نستغل أملاك الدولة المملوكة للإصلاح الزراعي في تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مشاريع النفع العام عليها